هلا لو جينا طبعا عن كرامترز الاساسية تبعت اي دي سي موتر في عندي مجموعة كرامترز حيانا هاي دي سي موتر هلا يا دي سي موتر بيكون ثرمنت ماغنت او خليني افترض بمسافرات ليك صحيح فهدا عندي هون الفيلد هدا اسمه الاكترو ماغنت فراح نحط احنا هون بي اف وطبعا في الدي سي موتر انا بهمني بس خلينا ابكز على فكرة يعني لو كان عندي الان طالع جاي على جاي هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة او مثلا كان جاي طبعا هاي الويد فورس ايها هاي مثلا نعمل او هادي هاي ويف فورب كفولتج من ايش مكونة هالهي الدي سي ولا اي سي ببوث نعم تنعم ما مدروا احنا لما منقول دي سي يعني ما فيش فيه اي ريبل طب لما منقول اي سي ايش معناها فيه ساين شايف الاوريش بزيو هدا تعريف الصحيح ازا بنا نتعرف تعريف دقيق الدي سي والأي سي الدي سي لي فيش دي ريبل يعني زي بطارع من البطارية ازا هادي الويف فورب وهاي الويف فورب بقدرها اسمهم بالشكل التالي هاي الويف فورب اللي هي هيك ايش تساوي 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 اللي هو الدي سي تبعه اللي هو الافرش تبع هات الافرش يمكن يكون مثلا هوا زائد مجموعا جميع شو لازم تقول لما برسوها هون الافرش تبعها زيرو احنا عارفين هم مكونا من هورمونيس هذا اسمه هذا true AC. هذا true AC لانه الأفرش تبعه زيره. يعني الاريا فوق اش الاحسس بتساوي الاريا تحت الاحتي الاحسس. وهذا DC لانه مزبوط زي اللي بتطلعها البطارية. هلأ مرات في ناس ببعض بيسموا هذا DC لانه اتجاهه ما بتغير. لانه هو دعم بس هذا مش صحيح. التعريف الصحيح بالفوال الالكترونيكس. هذا هو DC وهذا AC. اي مفيش فيها هارمونيكس بيها يعني تبعتها زيرو هي DC. واي تبعها زيرو هي AC. لما جمعت هدول التنتين ايش اعطوني? اعطوني هان. فاحنا لما بنحكي في الدي سي موتور بهمني بس الافرش باليو. الافرش باليو هي نفسها. بهاي الحالة هي الارمس باليو لهذه الويفورد لانه هذا هو الكرنت اللي راح يبشت في هاي الدائرة. يعني لو جينا اطلع على الان اطلع على الفيلد كبه. طلع على الفيلد. لو جينا حطيت اطلع على الفيلد. حطيت هادي الويفورد. اخدت انا وحطيت الفة زيرو وحطيت هاي الويفورد. راح افضرد انه هادا الاندكتنس عالي. حيث الكرنت اللي يبمر هون ايش يكون? هو نفس الافرش باليو تبع الPC. فهذا هون الافرش. ولو فرضنا انه هادي الافرش الويندكتنس. ما بتهيم الاندكتنس لانه مفي الوزيستنس كمان. فلو كانت هاي الاسemaleяс لبعت الفيلد وهاي الاندكتنس لبعت الفيلد. بتكلها يفاحك شو هنوع؟ ليش حطيت الها habits لهذا الفيلد? ما في مقاومة زيرو. ولو له مقاومة زيرو بالنهاية رح يصير انفينيتي. بحيتيت حطيت هاي لحطيت هاي الفولتج ويفورم هيا. حطيت هاي الفولتج ويفورم على هذا الفيل. شو الكارنت رح يمشي? هلا رح تقول لي انه في مزبوط. بس انا رح افترض انه هادا بحيث انه بمنع بيعنا لأي سي بارت. ازا مين هذا شو رحشوف? بس الابريج. والكارنت رح يمره ايش رح يكون? رح يكون ابار عم بيه ابرج على واحنا دائما لما بتروح على لما بتشتري اللي بيهمك دائما اللي بنحكي عنه لما بقول لك هاي الماشين الو ميتين او ميتين وعشرة معناها ميتين وعشرة الابريج باريج. لان احنا الابريج باريج باريوز هذا بروح بختفي بسبب اللي موجود. فكأنه اللي هون عمل لالاي سي ومرر بس دي سي. لما مر الدي سي ايش صف عندي? آي بس كيف? اللي بمر هون فهذا هو الاي لالفير. ونفس الاشي لما بتغير عنك الهون. ما بتغير هون شو بتغير الان في هاي الوينفور? الابريج. اللي بتغير في افريج. واي اللي بمر باعتقدر انه هاد رح يمل لالاي سي وانه رح يمر بس. الدي سي. هذا مش صعب بالاي سي بس هنحكي بس عالدي سي ماشينز. في الدي سي ماشينز رح افترض انه الريبل بختفي. مين اللي بخنق الريبل? مين اللي بمنع الريبل انه يمره ويأكثر يمر الكرنت. الاندكتنس. رح نفترض انه هادي لطة بسيط ونفس الشي عندي هون. لما بحبت انا هون بي سورس. بي سورس اللي موجودة هون رح يفترض انه الاندكتنسي اللي موجودة هون رح تمنع الكرنت رح افترض انه الكرنت هون رح يمشي. رح يمشي هون رح يكون رح يمر في هذا المحرك. هاد مش شرط ان يكون مية ومية صحيح بس هذا تقريب حتى يبسط الاناليسيز اللي موجودة هون. ماشي واضح ازا احنا كل الاندكتنسي رح نصنع لانها هي من هون. هلأ لما اجي بدي احسن اللي موجود هون هلأ رح نشوف كيف رح يسم الموجود حتى اصمم هذا الاندكتنسي. هلأ هون رح سير في عندي رح نركب هون وهذا البرج رح يتفضله. والفة رح تغير الافرش بوطة اللي موجود هون. فعني تغير الافرش كرنت اللي ماره. طيب السؤال التاني المسألون لو عندي انا كرنت زي هيك. هادا الافرش بالو تبعو بالهاد. هديش الارمس بالو تبعا هادا. نخص الافرش. نخص. هون عندي بالحالة هاي. ازا صار هادا دي سي معناها اي ابرج بساوي. اي ارمس. لانه دي سي. فاحنا كل افتراضنا في دي سي سي بوطرز رح نفترض انه الكرنت اللي بمر في النهاية رح يكون دي سي. لانه الاندكتر رح يمنع الاسي بارت انه يمر. فبهمني على الاسي افرش. والاسي افرش بجي ومت في افرش. لانه افترضت انه ما رح يمر الكرنت. ما فيش كومبونت للكرنت بتناسب مع الربل هادا دي موجود في الاسي موطر. نيجي للاشي التاني هلا. في عندي هون في معادلتين مهمين في هذا المحرك. في عندي الباك اي ام اف بساوي شيء. والتورك اللي رح اغطيني يا المحرك بساوي شيء. اخنا نسميه اه مطل او تيل. هلا احنا قلنا الباك اي ام اث باعتمد على مجموعة اشياء. باعتمد على على شغلتين. باعتمد على تركتريستيكس تبعت هذا المحرك. باعتمد على اللي هي الفيلد. وباعتمد على. هلا انا رح ابدل محل رح احط كونستانت اللي هو احنا مفترضين انه هون لسه احنا في اللينياريتي. وكل ما زاد الفيلد بزيد 5. رح اكون عندي هون اوميغا ووحدتها راحت سنين كي بي. هلا نطلع على الوحدات اللي هو. وحدة اوميغا ايش لازم تكون? رادي اف وحدتها بتتكون امتير. وهنا عندي فولت. حتى تكون هاي المعادلة صحيحة كي بي. شو لازم تكون وحدتها? لازم تكون فولت. فبسير اندي هلا لما بضرب زلزة طلع الباكي ام اف. بكون اندي على كي بي رح يعتمد على عدد الاسلاب والقافس اللي موجودة والماغنتيك سير كي كل الاشياء اللي جمعت في كونستانت معين. عندي اي اف اللي هو الفيلد كرنت واميغا اللي هي السرعة. وكي بي وحدتها فولت سير امبير. هلا نميجي على تي اي. تي اي بساوي. تي اي مع التورت معيش بجو يتناسب? بجو يتناسب مع الكرنت بي هو. بس اي كرنت الان. اي 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 ار ما تشرب. وبتناسب كمان مع الفيلد اكسايتشن بس بالحالي هاي انا ما حدد انا بامكانك تثبت انه هي نفس اللي موجودة هنا. خلين نطلع على الوحدات هلا. احنا قلنا وحدتها شو بتها تكون? اطلع هلا اشوف الوحدات هدول. اي ايش وحدتها? والفيلد وحدتها امتير. امتير بضروها في امتير شو راح تعمل? رح تبغي. رح تبغي. ايش رح نضل عندك واحدات تجبيه في ايه? على مصبوط انا نزلت تحت. في ايش رح تعطيه? او طور. ولما بقسم على ايش الوحدة اللي بتطبعي? نوتن ميتر. ماشي? ايش؟ مش احنا قلنا. بتساوي في اميجا نضبوط. فلما اسمت على اميجا رح تعطيني. فالوحدة هاي. فالفكرة المهمة هون انه هي نفس كي في. كي فيي هون هي نفس كي فيي. ماشي. لا 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 لما تغيرت. نفس المشين. ما تغيرت المشين نفس المشين. كي في هدول كل التنتين متساويات نفس الكي بي الكونسطنت لهاي المشين اللي بتعطيني التورك هو نفسه باطيني الباقي امي وهي راح نستعمل اهلها لما نحل مثالا